السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بحلقة اليوم كنت نحبو يشوفو اشياء لاحظوها هي سهلة كلمة لاحظهاش ولكن في الحقيقة هي اشياء خطيرة وخطرة جدا المعتقد منتع الاطفال والدين منتع الاطفال وعلى المنهج منتع الحياة منتع الاطيام مثلا هناك امتداء طواحية كتاب مغلف كتاب التربية العلمية وتكنولوجيا مثلا كتاب مغلف بغلاف مثل هذا غلفات وشترم السوق هذه سلسلة مثائقية امريكية نعرف عن الامريكيين انهم الذين يدخلوا الدكورة والبنات وامور مثل الاختلاط والفصق والدعارة ايضا هنا مثلا ضحر مثلا الصور في الطاولة الصور النساء في الطاولة كيف كيف في الكورسي ايضا في الطاولة في الطاولة بنتها شخصية يهودية اه عفوا شخصية يهودية بنتها مثلا هنا انا حدفتها على كل حالة شواسا منظر طاولة لكن كنت مضطر اني لازم نمنع هذه الشياء بالشيء اللي نقدر مثلا هنا فرشاز 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 الشخصية الاسطورية بنتها اعينيها انا رأيها انزعتم على الاقل نتمصح وجهه مثلا عندك سبايدر مال الله عليه سبايدر مال اه كل شيء هنا انتاج صيني انتاج صيني اه انتاج صيني مع مواصفات امريكية واوروبية يعني مع منهج اوروبي وامريكي اه يعني ما يكفيش الشيء اللي يرهم يدرسونه في المغرصة من تراهات ما عنده احتمعنا لي يوصل الامر نزيد يدخل الولد يشوف مثل هذه الامور ويعيشها يوميا من ولذلك نحضر اي اب واي ام واي مربي ما يغفروش على هذه الامور لانها تبدو سهلة سهلة لكن ما هيش سهلة بل رأي خطيرة وخطيرة جدا على التكوين والعقضي يعني الديني الديني ككل والعقضي و نقصد به التوحيد و تكوين النفسي الطفل اللي ينوض على حياة غربية لديه حتى علاقة بالمحيط الإسلامي نتاعه و بارك الله فيكم و شكرا